السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم في يحكى أنا كل أسبوع وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة في أغلب فترات الحلقة ممكن حضراتكم تبعتولنا الأسئلة اللي عايزين أن نحن نجاوب عليها أو الموضوعات اللي تحبوا أن نحن نتكلم فيها وأكيد ممكن ترجعوا لأي جزء من محتوى حلقاتنا السابقة هتلاقوها موجودة على كل وسائل التواصل سواء الحلقات كاملة أو أجزاء من الحلقات إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أكتر من موضوع وهنبدأ مع حضراتكم موضوعنا الأول وهو عن حاجة يعني كعادة يحكى أنا أو كعادتي مع حضراتكم في يحكى أنا بحب أن نحن نتكلم في كل الموضوعات حتى الموضوعات اللي هي اللي تباني أنها موضوعات خفيفة أو موضوعات بسيطة ولكن بيكون ليها منظور بقى طبي وعلمي جدير بأن أنا أعرضه على حضراتكم علشان كده هتلاقوا إن إحنا بنتكلم يعني عن موضوعات من جوة البيوت قوي أو من اللي بيحصل في جوة البيوت أو بيحصل في الخروجات أو في الأجازات وما إلى ذلك بناء على هذه الفلسفة أو هذا الاتجاه اخترت لحضراتكم الموضوع الأول اللي هتكلم فيه معاكم النهاردة وهو عن ضرورة الاهتمام بالجلد والشعر بعد الخروج من المية أنا بتكلم أنه يعني في فترات الأجازة بيكون فيه تعرض للمية في الصيف بشكل عام الشعر والجلد بيتأثروا وبشكل يعني بيتأثروا بشكل سلبي طبعا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونتيجة زيادة العرق وفي الصيف برضو بشكل خاص الشعر والجلد بيتأثروا بشكل سلبي جدا جدا بسبب الأملاح اللي في مية البحر أو الكولور اللي في حمامات السباح سواء كان ده في فترات مصايف أو في أجازات مصايف أو في تدريبات سباحة كتير من الأطفال والشباب والفتيات بينتظموا فيها يعني بيستغلوا فترة الأجازة الصيفية ويقولوا إيه إحنا هنتدرب سباحة أو ما إلى ذلك أو حتى لو مش تدريبات نظامية إنهما بيكون في حرص على أو بيكون في رغبة دائمة إنهما ينزلوا المية زي ما بقول لكم سواء مية البحر أو مياه حمامات السباحة علشان كده علشان اللي بيحصل ده فبقى فيه ضرورة أو يعني يوجد ضرورة إن إحنا نمنع الضرر على الشعر والبشر هو فيه ضرر؟ آه طبعا مية البحر تؤدي لضرر للشعر والبشر ومية حمامات السباحة تؤدي لضرر على الشعر والبشر هنا بسبب في البحر يعني بسبب وجود الأملاح وفي حمامات السباحة بسبب وجود الكولور الذي لا غنى عنه علشان تطهير حمامات السباحة طيب نقي الشعر والبشر ازاي؟ بالاستحمام الفوري الاستحمام الفوري اللي هو في كل الأماكن بيكون فيه دش أو أتشاش جمع دش يعني سواء على الشواطئ أو فيه النوادي أو ما إلى ذلك بيكون فيه أماكن مخصصة للمية المفروض أن احنا أول ما بنخرج من المية احنا يعني أو أطفالنا المفروض أن احنا لا نترك المية على جسم الطفل أو شعر فيه ناس للأسف فاكرة أن حكاية الاستحمام دي في حالة أنهم ينزلوا البحر بس طبعا ده غلط لأنه لازم كمان زي ما قلت الاستحمام في حال نزول حمامات السباحة الاستحمام السريع هو المطلوب يعني إيه الاستحمام السريع يعني المية اللي هي المية اللي نزلة من الدش اللي بسمحنا المية الحلوة دي تمام حلوة يعني مش عشان هي مسكرة لا حلوة يعني عشان هي مش زي مية البحر وأكيد نسبة الكلوري اللي فيها بتكون أقل من الكلوري اللي موجود في حمامات السباح فالمفروض لاستحمام السريع يعني إيه؟ يعني أن اللي بيستحمى أو اللي بيحمي الطفل لو كان الطفل صغير يعني أو هو الأكبر شوية فقادر أنه يستحمى ما يستغرقش قوي في الحمى يعني ما ياخدش فترة طويلة في الحمى لا يستحمى بسرعة على طول الشعر الجسم بسرعة كده على طول إحنا الغرض أن إحنا نشطف جسمنا وشعرنا من المية اللي كنا فيها سواء مية البحر أو مية حمامات السباح الخطأ الشائع الأول في الموضوع ده جملة بتتقال كتير قوي يقولك إيه؟ ما يستحموش بقى دلوقتي أصلهم هينزلوا تاني مش بتسمعوا الجملة دي مش بتقولوا أحيانا منكم ناس بيقولوا الجملة دي يقولك ويستحمد دلوقتي ليه؟ ده هو طالع ده طالع مثلا يأكل أو ده طالع يأكل يعني حاجة سريعة كده مامتو بتندهله عشان تأكله الطفل يعني أو بيلعب على الرمل في الشاطئ أو كده وبيعمل حاجة هو وصحابه أو هو قريبه المهم يعني أنه طلع وهينزل تاني المية فتلاقي الأم أو الأب يقولك إيه؟ هتخليه استحمد دلوقتي ليه؟ ما هو نازل تاني ده خطأ كبير جدا جدا خلاص؟ الخطأ فليقولك إيه؟ نستنى لغاية ما يخلصوا يعني يخلصوا خالص يقولولنا خلاص إحنا كتفينا وعادة لهم ما بيقولوش كده هو اللي بيبقوا كتفوا إحنا يعني إحنا لأنهم إحنا كتفين مش قادرين نعود أكتر من كده إنما الأطفال لو سبناهم يعني على طول هيعودوا وطبعا ده غلط يعني تمام؟ فده كان أول خطأ شائع إنهم يقولوا إيه؟ نحميهم دلوقتي ليه؟ أو يستحموا ليه؟ أو هو نفس الطفل إذا كان كبير شوية أو بنت أو يقولك أنا أستحمى ليه؟ أنا نازل تاني فده خطأ إن إحنا نجاري الطفل في هذا الأمر أو إن إحنا نفسنا اللي ما نحميش الطفل أو ما نخلوهش يستحمى بعد ما يخرج من الماء لا هو يستحمى كل مرة يخرج وبعدين ينزل تاني وبعد ما يخرج يستحمى تاني ولو نزل تالت يستحمى تاني وهكذا طيب الخطأ الشائع التاني إيه هو؟ جملة برضو بتتقالي يقولك إيه؟ بلاش هنا بقى هيستحموا لما يروحوا ليه يا ستة بتقولي كده؟ أو ليه يا أستاذ بتقول كده؟ كأمي وأب يا يقولك أصل هو بقى إيه؟ أصل الشامبو بتاعه أنا ما جبتهش معايا الشامبو بتاعه أو الشاور الجيل اللي هو يعني سائل الاستحمام مثلا خلط؟ ده برضو غلط ليه غلط؟ لأنه لازم بعد خروج الطفل أو الكبار من المية أيا كان نوعها زي ما اتفقنا يتم شطف الجسم والشعر بالمية الحلوة اللي زي ما قلنا عليها مية الدش ده مش بس كده ده لازم كمان التنشيف كويس دي نقطة مهمة يعني فيه ناس تستحمى ويعودوا شوية كده يعني يفضلوا واقفيني يعني مثلا تلاقيوا مثلا أنا بكلمكم دايما من منظور اللي بيحصل الأطفال اللي بيعملوه يعني تلاقي مثلا اتنين تلاتة أو اربعة من الأطفال صحاب بقى ونزلوا المية سوا وبتاعه فتلاقي واحد استحمى فتلاقي واقف مستني الباقي يخلصوا عساس يروحوا كلهم مع بعض عند بقى بابا وماما أو عند مكان تجمعوا الأسرة عشان بقى إيه يتنشفوا لا اللي يستحمى يتنشف على طول ليه وده مش بس كده ده مش بس يتنشف ده يلبس كمان ملابس قطنية يعني يلبس تي شيرت أو يلبس ملابس قطن ليه أنا بقول كده ليه بقول حكاية التنشيف دي على طول لأن الجلد أصلا بعض تعرضوا للميا ومش إحنا لما بنستحمى ويعني بنستحمى عادي كده نلاقي إيه ده بقى لاش نستحمى حتى لو غسلنا حاجة كتير بالميا يعني لو غسلنا طبق لو غسلنا حاجة كده لو شطفنا على حاجة بنبص لو فيه الصوابع كنت لقياها إيه العقل أو اللي ندي تبص لقياها كرمشت شوية صح كده ده أثر الميا على طول ده معناه إيه بقى يعني أنتوا تشوفوه طب معناه إيه بقى في الطب معناه في الطب إن التعرض تعرض الجلد للميا فترة طويلة ما يدي فترة طويلة تمام بيخلي الجلد ده على حالة من الضعف أكتر من الحالة العادية فاكرين حالة اللي فاتت قلت لكم فيه حاجة اسمها الجفاف الصحي الجفاف الصحي ده إنه إن الجلد ربنا سبحانه وتعالى من آليات الحماية الطبعية لموفرها الجلد أن يكون على حالة من الجفاف الصحي غلط إن الجلد يبقى على طول مبلول غلط إن الناس اللي يديهم على طول في الميا غلط إن الأطفال أو الكبار اللي ينزلوا الميا ولما يطلعوا يتزلوا المياه قصدي كتير ولما يطلعوا ياخدوا دش وما ينشفوش بسرعة ده كله بيخلي الجلد لا قدر الله لا قدر الله عرضة بنسبة أكبر للاختراق من البكتيريا أو المايكروبات يعني بشكل عام تمام فدي نقطة مهمة جدا جدا كنت حابب إن أنا أبدأ كلامي فيها بيها مع حضراتكم النهاردة وهي ضرورة إن إحنا نعمل كده لإنه في فترات المصايف وفي الأجازات وفي الحاجات دي الحاجات دي بتحصل وزي ما قلت لكم فيه أخطاء شائعة ولما قلت لكم من شوية على حكاية الدش السريع أنا كان قصدي إن الدش ده مش لازم سائل استحمام ومش لازم شامبه ومش لازم كل يعني الحاجات التكميلية دي اتواجدت خير وبركة مفيش مشكلة إنما ما اتواجدتش إحنا مش عايزين إلا المية بس المية بتاعت الشاطف خلاص خلصنا القصة ننشف ونلبس وتمان دي نقطة مهمة قوي 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 خلاص وقلنا الأخطاء الشائعة حكاية إنهم أصليهم بلاش نحميهم عشان هينزلوا تاني أو هيستحموا لما يروحوا عشان الشامبه بتاعه وسائل الاستحمام بتاعه وهكذا لا الفترة الزمنية دي بقاء الطفل من غير حما ده أخطر من إنه هو يستحمى من غير الحاجات دي أو بحاجات تانية غير لحضرتك معودة عليها لأنها ما فيهاش خطورة يعني هي كلها ما حصلة بعضها والله إنتوا بس لو تعرفوا الحقيقة تمام طيب ده كان أول موضوع النهاردة تاني موضوع هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة عن حاجة اسمها الإجزيمة أو الإجزيمة يعني إحنا نقول عليها الإجزيمة باللغة الإنجليزية باللغة العربية الإجزيمة والحيان الإجزيمة تعبير شائع ناس كتيرة بتسمعوا يعني ناس كتيرة لما بقول كلمة الإجزيمة ده عنده إجزيمة ده ابني عنده إجزيمة ده تشخص إنه عنده إجزيمة ده بنتي عندها إجزيمة وهكذا الكلمة مش غريبة قوي ولو غريبة قدينة بنقولها يعني عرفناكم عليه تمام الإجزيمة ناس كتيرة بتسمعها كلمة ناس كتيرة بتسمعها والإجزيمة ده تعبير عام يعني تعبير عام مش مرض محدد زي ما هتعرفه دلوقتي خلاص هو تعبير عام بيستعمل لوصف أعراض معينة تصيب الجلد يعني لما الجلد تصيبه بعض الأعراض كده نقول الجلد ده فيه إجزيمة أو مصاب الإجزيمة طيب في الإجزيمة الجلد بيكون وضعه إيه بقى بيكون على حالة منها الإحمرار الأعراض هي بقى يعني الجلد مبدئيا يكون محمر بخلاف أن الجفاف الطبيعي للجلد بيختفي الله أمل بيبقى فيه إيه بقى بيتحول الجلد إلى الحالة الرطبة يعني تبصوا تلاقوا أن الجلد ده محمر ولما نحط إدنى عليه هو مش مبلول بس هيقلنا أنه زي ما يكون مبلول فهنا بنقول أن الجلد تحول إلى الحالة الرطبة وما بقاش على حالة الجفاف الصحي اللي المفروض يكون عليها في حالات بتكون الإجزيمة دي مزمنة يعني بتاخد فترات طويلة وهنا بقى لو الإجزيمة دي مزمنة يعني اللي أنا قلته ده الإجزيمة اللي هي الحدة اللي حمسميها الأكيوت الحدة يبقى الجلد فيه حمرار ويبقى الجلد راتب طيب لو الموضوع بقى مطول أو حالة الجلد دي مطولة مزمنة بنسميه إحنا كرونيك فبنلاقي إن الجلد بقى بيضعف ويترقق يعني يبقى رؤية ويقشر يعني تلاقيه وكمان بقى فيه قشر بشكل عام لا يمكن استخدام مصطلح الإجزيمة على إنه هو إن إحنا نكون قصدنا بيه حساسية الجلد لا الأصح والأدق إن الإجزيمة بأنواعها ماي الإجزيمة دي نوعين هتعرفوهم دلوقتي الإجزيمة بأنواعها هي من حالات أو حالة من حالات حساسية الجلد يعني حساسية الجلد ده الحالة العامة من ضمنها الإجزيمة طب ليه مش الإجزيمة هي حساسية الجلد؟ هقول لكم إن حساسية الجلد فيه أنواع تانية من الإصابات الجلدية بتسبب حساسية الجلد بس مش إجزيمة زي حالة اسمها الإيريثيمة اللي هي بالعربي الحمراء مرض كده اسمه الإيريثيمة لفيه حاجات كثيرة قوي تعمل حساسية وبيكون متسبب فيها فيروس اسمه بارافيروس زي فهقول لكم وفاكرين التهابات منطقة المقعدة عند الأطفال اللي هو في المرحلة اللي بيلبسوا بها فيها حفاظات اللي هو مجازا أو شعبيا يعني الناس تقول التهاب الحفاظة وإحنا قلنا لكم الحفاظة متعملش التهاب إلا إذا تثابت يعني أو إذا كانت نوع غير جيد أو متصنعة تحت السلم التحت السلم يعني فيه إشارة إلى إنها مفتقدة لمعايير الأمان الصحية إنما هي الالتهابات اسمها الالتهابات منطقة المقعدة دي بتصيب أطفال كتير جدا جدا في الفترة اللي بيلبسوا فيها الحفاظات فدي حساسية خلاص واللي بيكون السبب على فكرة في الالتهاب ده التهاب منطقة المقعدة تفاعل المواد الكيميائية الموجودة في بول وبراز الطفل لما بيكونوا في حالة تماث مباشر مع جلد الطفل عشان كده بقول لكم إيه إن اختار الحفاظات الكويسة اللي ما بتصربش ما نسيبش الحفاظة كتير فالناس تقول إيه ما هو لابس حفاظة بقى فيقعد بقى بالخمس ساعات وبالست ساعات غلط لأن قدرة الحفاظة دي على الانصاص محدودة برضو تمام خلاص فدي كلها برضو أو يعني ده نوع من أنواع الحساسية الجلد ده مالوش علاقة بالإجزيمة وزي ما قلتلكم الحمراء مالاش علاقة بالإجزيمة زي إيه كمان زي حمو النيل اللي الناس كلها بشكل يعني دارجي يسموه حمو النيل خبس هو ماسموش حمو النيل اسمو حمو النيل أنا عايزة بأتكلم حضراتكم عن حمو النيل ده تمام زي إيه كمان زي لساعات الحشرات الحشرات اللي بتقرس على اختلاف أنواعها بقى البعوض الزباب ما قلت ببنده بيقرس عارفك النمل النحل الدبابير وهكذا فهمت وقز كل دي حساسية طيب نرجع تاني للإجزيمة اللي زي ما اتفقنا أنها هي بقى دلوقتي يعرفنا أنها أحد أنواع حساسية الجلد الإجزيمة بقى عبارة عن إيه خلاص هنعرف أو يعني إيه أنواعها هنعرف ده بس نطلع لفاصل ونرجع بقى نشرح لحضراتكم إيه هم أنواع الإجزيمة وإيه الفرق ما بينهم وكل حاجة عايزين تعرفوها عنه خليكم معنا يحكى أنه مازال متواصل فضلا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة بدأنا الحديث في الجزء الأول عن موضوع مهم جدا أو نصيحة مهمة جدا خاصة بالاهتمام بالشعر والجلد بمجرد الخروج من المياه أي أن كان نوع المياه سواء كانت مياه بحر أو مياه حمامات السباحة وقلنا إيه الضرورة لأن ده يحصل إن إحنا لازم نستحمى بسرعة سواء إحنا أو أطفالنا وقلنا إيه الأخطاء الشائعة ممكن ترجعوا لهذا الجزء للي ما كانش متابع معنا وبدأنا الكلام مع حضراتكم عن تعبير آخر خاص بالأمراض الجلدية أو حالة خاصة بالأمراض الجلدية اسمها الإجزيمة أو الإجزيمة والإجزيمة دي زي ما اتفقنا هي مش حساسية الجلد هي نوع من أنواع حساسية الجلد لأن حساسية الجلد أنواع كتيرة جدا وتوقفت مع حضراتكم عند إن إيه هي بقى الإجزيمة لأن الإجزيمة نوعين هو ده اللي أنا هقوله لحضراتكم دلوقتي النوع الأول من الإجزيمة اسمه التهاب الجلد التأتبي معلش هو اسمه كابل عربي إنما هو باللغة الطبية اسمه Atopic Dermatitis بس إحنا إيه عشان بنترجم فنقول إيه التهاب الجلد التأتوبي ده أول نوع من أنواع الإجزيمة النوع الثاني اسمه التهاب الجلد بالتماس بالتماس اسمه Contact Dermatitis يبقى عندنا Atopic Dermatitis اللي هو التهاب الجلد التأتوبي و Contact Dermatitis اللي هو التهاب الجلد بالتماس هشرح لحضراتكم النوعين الـ Atopic Dermatitis أو التهاب الجلد التأتوبي بيحصل عند الأطفال اللي عندهم تاريخ عائلي للحساسية من النوع ده يعني غالبا كده ما فيش طفل بيحصلوا الحالة دي لازم يكون فيه حد من العيلة قريب يعني الأم الأب الإخوات الجدود عندهم هذا النوع من أنواع الالتهابات اللي هو الالتهاب الجلد التأتوبي اللي هو Atopic Dermatitis يبقى أول عامل أول نقطة أن هذا الأمر أو هذه الحالة لها علاقة بالعامل الوراثي طيب إيه تاني؟ الحالة دي اللي هو التهاب الجلد التأتوبي ده اللي هو Atopic Dermatitis الحالة دي بتصيب الأطفال في ثلاث مراحل أساسية من عمرهم المرحلة الأولى بتكون بين الشهر التاني والشهر السادس من العمر بتظهر في الوقت ده لما الطفل يكون عنده شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة يعني في الفترة دي بيظهر إيه بقى؟ بيظهر طفح جلدي في شكل نتوءات صغيرة على الخدين والجبهة اللي هو الجبين وفروة الراس ممكن الطفح يوصل للزراعين والبطن مناطق بقى الإصابة الطفح ده بيكون شكله إيه؟ مناطق الإصابة دي بتكون لونها أحمر وبيكون الطفل عايز يهرش فيها طول الوقت طيب يبقى نخلي بالنا من إيه؟ من قص الأظافر الأطفال الصغيرين دول نقص لهم ضافرهم؟ طبعا وفيه في الصيدلية بيتباع الأصافة الخاصة بالعمر ده على طول لازم نقص لهم ضافرهم لأنهم لو ما تقصش ضافرهم بيعوروا نفسهم يعني بيبقى جروح بيوصل لدرجة الجروح لأنهم بيبقوا عايزين زي ما يقولوا بتكلهم بتبقى عايزين يهرش فيها طول الوقت فلازم يبقى الطفل ضافره مقصوصا الأطفال دول بيبتدوا يتحسنوا عند نهاية السنة التانية تمام كده؟ دي المرحلة الأولى اللي بتصيب الأطفال في التهاب الجلد التأتوبي أو الأتوبيك درماتيتس قلنا إنهما ثلاث مراحل من العمر دي كتن مرحلة الأولى اللي بتتحسن عند نهاية السنة التانية المرحلة التانية بتكون عند عمر أربع سنين وممكن تقعد مع الطفل يعني الطفل بقى بيفضل كويس من سنتين لأربع سنين ممكن تقعد مع الطفل يعني الجيله عنده أربع سنين أو خمسة أو كده بس بتقعد مع الطفل لغاية ما يبقى عمره عشر سنين طيب بيكون فيها إيه؟ بيكون فيها برضو طفح جلدي أحمر زي اللي فات لكن المرة دي مع قشر بيكون فيه قشر بقى ابتدى يظهر والقشر ده بيكون إيه؟ مدور يعني على شكل دائري وبرضو حالة الهرش بيكون يعني بتكون موجودة طول الوقت في أوقات كتيرة عشان كده برضو لازم نبقى حارسين على قص الأطفل أماكن الطفح الجلدي بقى هنا غير بقى المرحلة بتاعت شهرين واربع شهور بتكون بقى الطفح الجلدي فين؟ على الوجه وعلى البطن وبيظهر كمان عند الكعين وخلف الرزغين خلف الرزغين يعني في المكان أكنه في ظهر أستيك الساعة كده تمام؟ وبيظهر كمان الطفح ده خلف تجويف الرجبة يعني في الرجبة من جوة من وراء مش الرجبة من قدام لا من وراء بقى في التجويف بتاع الرجبة وخلف الكعبين برضو اللي هو عند عرقوب الرجل خلاص كده القشر المصاحب زي ما قلنا بيكون دائري في شكل دائري وما بيكونش فيه حويصلات أو سائل يعني ما بيكونش هو قشر بس قشر فقط تمام؟ خلوا بالكم النقطة دي طيب دي كتن مرحلة التانية المرحلة التالتة بقى هي ايه؟ فالمرحلة التالتة بتكون من عمر 12 سنة إلى عمر 21 سنة وبرضو بيكون فيها هرش وبيكون فيها جفاف للجلد وبيكون فيها قشر ولكن أخف من المرحلة اللي قبل كده يعني هي المرحلة المزعجة قوي هي المرحلة التانية طيب حد دلوقتي هيقول لي ايه الله؟ دي معاناة كبيرة جدا وحالة مرضية بتستغرق سنين طيب ايه علاجها؟ وهل فترات الإصابة كلها بتكون بنفس الحدة؟ هجاوب أجاوب لحضراتكم من حيث أنها معاناة فهي معاناة كبيرة فعلا ما أقدرش أنكر خاصة أن فترات الإصابة ممكن تستمر سنين زي ما عرفنا يعني لكن الحمد لله الحمد لله أن فترات الإصابة مش كلها بتكون بنفس الحدة لكن في عوامل محددة في حال تجنبناها بتقل جدا فترات الإصابة وشدة الأعراض عوامل بقى محددة نخلي بالنا بقى من ايه؟ نتجنب ايه؟ بس قبل ما نقول ده الأتوبيك ديرماتايتس أو التهاب الليلد التأتوبي مالوش علاج محدد يعني ما بناخدوش ده وكده يخف في الموضوع لا أو بمعنى دق يعني مالوش علاج حاسم لكن العلاجات المستخدمة بتكون كلها في إطار تخفيف الأعراض يعني كل العلاجات اللي ممكن تتوصف للأطفال المصابين دول عشان الأعراض بس تهدى ولحسن الحظ إن الحالة المرضية دي بتختفي لوحدها ولله الحمد مع مرور الوقت يعني بتختفي خالص بقى كأن الطفل ده لما يكبر بقى كأنه وكانش عنده حاجة خالص طيب عشان ده يحصل بسرعة وكمان عشان الحالة لما تحصل تكون الأعراض محتملة أو ما تكونش الأعراض شديدة زي ما لسه أقول لكم إيه النصايح لازم يكون فيه نصايح ولازم يعني ننفذ النصايح دي عشان الوقاية تحصل أهم النصايح دي الحفاظ على الجلد من الجفاف إزاي شرب المية بانتظام ده أول حاجة يعني المصابين بهذا المرض سواء كانوا أطفال أو مراهقين أو شباب يشربوا مية بانتظام لأنه جفاف الجلد لو حصل جفاف جلد زائد عندهم خطر يبقى دي أول طرق الوقاية شرب المية بانتظام طيب تاني طرق الوقاية إيه تجنب الحمامات الكتير اللي هو الاستحمام الكتير كثرة الاستحمام وطبعا دي نقطة ممكن الناس تقول لك الله هو احنا مش قلنا قبل كده إن الاستحمام دي حق ويسى آه بس فيه ناس تستحمى كتير قوي يعني ممكن فيه أطفال وشباب ومراهقين وكده يجي عليهم مثلا في اليوم توصل ليه يستحمى ثلاث مرات لا ده غلط ليه ليه لإن زي ما اتفقنا وجود الجلد في حالة كده رطبة أو يعني مبلول فترات طويلة ها بتخليه عرضة بتخليه أضعف وبالتالي عرضة أكبر بنسبة أكبر للاختراق من البكتيري علشان كده برضو مش بس إن عدد مرات الاستحمام تقل أنا ما بتكلمش هنا عن الاستحمام كمبدأ لا الاستحمام كمبدأ ده حاجة ضرورية بس أنا بقى أقول إيه إن فيه ناس فيه ناس بتزود عدد مرات الاستحمام دول يعني فيه ناس بقول لكم ممكن تستحمى في اليوم ثلاث مرات واربع مرات وخصوصا من الشباب اللي هم الصغارين يعني بياخدوها كده اللي هو إيه كل شوية أدخل أخدوش إيه المشكلة لا خلاص فلا ده يقل وكمان تجنب البقاء في الماء الفترات طويلة يعني لما يستحموا أو لما ينزلوا الماء سواء ميت بحراء أو حمامات سباحة ما يعضوش فترة طويل عشان نفس الموضوع إيه تاني من طرق الوقاية تجنب استخدام الماء السخنة قوي في الاستحمام فيه ناس لما بتستحمى بتستحمى بماء سخنة قوي يعني يعني فيه ناس حتى في فترات الصيف أو في فصول الصيف في الأجواء الحرة ما بيتنزلوش عن من الماء تبقى سخنة قوي فيه ناس كده دي طبيعة للمرضى بقى المصابين بالأتوبيك درماتايتس أو التهاب الجلد التأتوبي الماء مش لازم تبقى سخنة قوي ما بقولش تبقى ساعة بس ما تبقاش سخنة قوي الماء السخنة قوي مضرة تمام؟ طيب ايه تاني من عوامل الوقاية الضرورية غير اللي احنا قلناهم دول استخدام مرتبات الجلد بانتظام فيه حاجات فيه مستحضرات بتتبع لترطيب الجلد ده لازم تستخدم بانتظام يستخدموها ولاد وبنات شباب وفتيات خلاص مش هقول رجاله وستات لان زي ما تسمعته غالبا المرض ده بيختفي عن سن 21 سنة تمام؟ ايه تاني من وسائل الوقاية تجنب الملابس الخشنة زي ايه؟ زي الجنز مثلا البنطلونات الجنز والقمصان الجنز البنطلونات الجنز دي على فكرة مضرة يعني عشان تبقوا فاهمين يعني اقصد ايه؟ ما بقولش ان احنا ما نلبسهاش بس اقصد ان هي فيه ناس كل لبسوهم جنز وفيه ناس بيبقوا كمان ايه؟ يعني يقولك ده عملي وكده فتلاقيهم مثلا ايه؟ في الجامعة او في المدرسة او في خروجاء فعلى طول يلبسوا جنز الجنز مش 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 نوع القماش المستحب خلوا بالكم من النقطة دي لانه هو قماش خشن وبيدخل فيه صبغات ها؟ فده برضو خطر خلوا بالكم النقطة دي وبرضو تجنب الماتيريا او الاقمشة الفابريكس يعني اللي هي الخشنة زي مثلا في فصول بقى الشتاء الصوف الحاجات الصوفية اللي هي تبقى في حالة تماس مع الجلد برضو دي نخلي بالنا منها ايه تاني من طرق الوقاية؟ الانتظام في استخدام الغسول الطبي بشكل يومي يعني تمام؟ عشان نتجنب البكتيريا ما فيه غسول كده غسول مطهر ده لازم نستخدمه كل يوم المصابين مش احنا المصابين الاطفال المصابين لو صغارين قوي احنا كاباء وامهات اللي نعمل لهم النوع ده من الوقاية تمام؟ ايه تاني من طرق الوقاية؟ لازم الالتزام بالأدوية اللي بيقررها أطباء الأمراض الجلدية مش بس الالتزام بالأدوية الحقيقة الالتزام بفترات العلاج خلوا بالكو ان فيه فروع في الطب كده منها فرع طب الأمراض الجلدية من اكتر يعني المرضى بتوعه بيكونوا مش عايزة اقول مزعجين بس بيحطوا الأطباء المتخصصين في مجال طب الأمراض الجلدية ده في حرج شديد جدا ليه هقول لكم ليه؟ لانه فيه كتير قوي من الأمراض الجلدية العلاج بتاعها ما بيظهرش نتائج الا بعد فترة فتلاقي الدكتور او الدكتورة المتخصصين في الأمراض الجلدية ينصح المريض ينصح مثلا الاهل اذا كان المريض طفل او ينصح المريض اذا كان المريض هو اللي بتعام بشكل مباشر مع الدكتور فيقول له مثلا ايه؟ احنا هنمشي على العلاج الفلاني ثلاث شهور أربع شهور فتلاقي المريض يقول اربع شهور ايه خمس شهور او ست شهور وفيه احنا يقول لك هنمشي عليه على طول تخيلوا بقى خلاص هم معذورين لان زي ما بقول لكم فيه كتير من حالات الأمراض الجلدية لا يبدأ ظهور التحسن الا بعد مرور فترة ودي نقطة مهمة قوي انه حضراتكم تبقوا عارفينها في التخصص ده خلاص ونقطة تانية يعني مهمة برضو في النقطة دي ايه؟ في نفس الموضوع علشان مش بعد أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاث أسابيع ما لاحظتوش ان فيه تغير في الحالة فتقولوا لا الدكتور ده ما مش قدي كده بقى هنشوف دكتور تاني وطبعا هنا بده بيكون خطأ الطبيب من الأول انه ما شرحش للمريض أو لأهل المريض انه يا جماعة التحسن سيبدأ او هتبتدوا تلاحظوا التحسن مثلا بعد شهر عشان نبقى متفقين لازم الطبيب ما ينساش المعلومة دي او ما يبخلش بيها يعني عشان المرضى أولا يتطمنوا وعشان هو كمان ما يبقاش جهده راح على الفاضي يعني تمام؟ والالتزام بقى بالأدوية كمان ليه؟ لأن الأدوية مختلفة يعني ما ينفعش مثلا ايه؟ أم ممكن تكون تعرف حد يعني تعرف أم تانية عندها ابن أو بنت عندهم نفس الحال فتقول لها الله الدكتور ما كتب ليش المراهم اللي كتب هالك فهم يعودوا يتبادلوا هم بقى المراهم والبتاق لا ده غلط لأن كل حالة ليها العلاج بتاعها ده بجد ليه؟ في مركبات هتلاقوا فيها مضادات هستامين مثلا هي بس كده مضادات هستامين في مركبات تانية هتلاقوا فيها كورتيزون اللي هو هيدروكوزين في مركبات تالتة بتكون لتنين مع بعض في مركبات رابعة بتكون مضادات حيوية وهكذا طبعا المركبات الدوائية اللي أنا أصدي عليها أو اللي بتكلم عنها بتكون كلها في شكل كريمات أو مراهم أو سوائل تمام؟ ده كان النوع الأول من الإجزيمة اللي هو التهاب الجلد التأتوبي أو الأتوبي اللي هو الأتوبيك ديرماتايتس هنطلع لفاصل وهنرجع بقى أكلم حضراتكم عن النوع التاني من الإجزيمة وهو النوع الأشهر بالمناسبة وهو الكنتكت ديرماتايتس أو التهاب الجلد بالتماس هنطلع لفاصل ونرجع يحكى أنه مازال متواصل خليكم معاكم أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التالت والأخير من حلقتنا النهاردة وقفنا قبل الفاصل على طول أنهينا الحديث عن نوع الإجزيمة الأول وهو التهاب الجلد التأتوبي أو التهاب الجلد الأتوبي أو اسمه الأتوبي ديرماتايتس وقلنا أنهينا هنتكلم بقى في الجزء ده مع حضراتكم عن النوع التاني من الإجزيمة وهو الكنتكت ديرماتايتس أو التهاب الجلد بالتماس وده النوع الأشهر أو الأكثر شيوعا زي ما هو واضح كده من اسمه التهاب الجلد بالتماس يبقى بيحصل إمتى؟ بيحصل هذا الالتهاب لما جزء من الجسم يحصل له تماس أو احتكاك بمادة مهيجة يعني مصيرة للجسم ده بالذات بمعنى أن ممكن حد يحصل له التهاب من المادة دي وحد تاني ما يحصلوش منها حاجة خالص حتى لو كانوا اخوات توقم فهمتوا قصدي؟ يعني مش المواد دي بتسبب بالالتهاب ده لكل الناس لا في حاجات تسبب بالتهاب لناس وناس لا الالتهاب ده ممكن يحصل بسبب التماس مع الجلد التماس المباشر مع الجلد يعني من خارج الجسم أو أن التماس ده يحصل بسبب مادة دخلت إلى الجسم فظهر هذا الالتهاب على الجلد من الخارج هتفهموا قصدي حالا دلوقتي هقول لكم ايه اشهر المواد المسببة لحالة التهاب الجلد بالتماس او الكونتاكت درماتايتس اشهر المواد دي ايه العصائر الحمضية واشهرها البرتقان مثلا والكيوي والجريب فروت خلاص بعض الادوية يعني ناخد دواء فيحصل لنا حساسية عرفتوا فهمتوا بقى قصدي لما بقول لكم الالتهاب ده ممكن يحصل بسبب ان في مادة دخلت الى الجسم فحصل التماس ده جوه الجسم فهمتوا قصدي فظهر اثر هذا التماس على الجلد بقى من بره يبقى قولنا هو العصائر الحمضية زي عصير البرتقان عصير الكيوي عصير اللمون وهكذا بعض انواع الادوية بعض انواع الاطعمة اكيد كلنا عارفين اللي عندهم حساسية من المنجة والفراولة والموز وهكذا كمان انتوا فهمين قصدي يعني اللي هو في ناس ممكن تقول الله هي مش دي حساسية الطعام او واحد عنده حساسية ده حساسية اكل ما هي حساسية الاكل دي بتندرج داخل تصنيف التهاب الجلد بالتماس او الكونتكت درماتايتس يبقى اتفانا بعض انواع الاطعمة كمان زي المنجة والفراولة والموز الاسماك خاصة الاسماك القشرية زي الاستاكوزة والجنباري والقواقع البحرية دي ممكن تسبب حساسية لناس كتير بعض انواع المكسرات زي الفول السوداني ما الفول السوداني ده محسوب على المكسرات وزبدة الفول السوداني وغيرها من الاغزاية اما اشهر المواد المسببة لحساسية الجلد مباشرة من الخارج يعني مش بقى مش من الداخل يعني حسية بقى مادة جات على الجلد بقى من برا فعملت الالتهاب ده من برا بشكل مباشر على طول عارفين ايه من اشهر الحاجات او اشهر حاجة لعاب الطفل الطفل لما بيريل وهو مثلا في مرحلة التسنيف فتلاقوا المنطقة دي محمرة وتلاقي منطقة محولة اسفل الفم والدقن تلاقوا الحتة دي محمرة خالص كده وملتهبة ده من لعاب الطفل من ريالة في فترات التسنين تحديدا يعني تمام بعض انواع يعني بعض انواع معجون الاسنان وتحديدا اللي بتحط فيها منكهات معينة تلاقوا تلاقوا بتعمل حساسية عند بعض الناس وكذلك بعض انواع غسول الفم تمام دي تعمل حساسية برضو اللي هو التهاب الجلد بالتماس الاسماغ اللي هي جمع صمغ اقول لكم الصمغ فحد يمكن يقول الله هو الصمغ ده يعني هو ايه اللي هيخلينا نحط الصمغ على جلدنا لا ده ما بيتحطش على الجلد حضراتكم ده السمغ ده بيتستخدم عشان اللي بيركبه الرموش فيه ناس بتلزق الرموش بالسمغ يعني مش السمغ اللي هو العادي لا هو الرموش بتتباع كده الرموش اللي هي الصناعية دي والأظافر بتلاقي معها المادة دي والمادة دي بتبقى مواد كوية يعني مش بس صمغ دي بتبقى مضرة جدا للجلد فعند بعض الناس الأمور بتعدي اللي مما بيحطوا الرموش الصناعية أو الأظافر الصناعية وعند ناس تانية بيحصل لهم التهابات جمدة جدا من النوع ده من الإجزيمة اللي هو التهاب الجلد بالتماس الصبغات خاصة المستخدمة في صناعات الجلود هتقولوا لي الله طيب هو دي ممكن يعني نفكر فيها زي أو تجيب الالتهاب ازاي هقول لكم فيه بنات كتير بنات كتير بيلبسوا الشنط بالطريقة اللي بيسموها كروس اللي هو يعني الحزام بتاع الشنطة يلبسوها كده فتلاقوا الحزام عامل كده فتلاقوا جزء من الحزام ده بيلمس الرقبة عنده خلاص؟ بعض أنواع الجلود أو بعض أنواع الصبغات اللي بتستخدم في صناعات الجلود عند بعض الناس تسبب الالتهاب عارفين كمان إيه مثل شهير قوي؟ أستيك الساعة الساعة تبصت لقوا حد يلبس الساعة يحصل له التهاب يعني يقلع الساعة دي فيقول لك أنا الساعة دي بتجيب لي الساعة دي قستكها جلد أو قستكها مطاط بتجيب لي التهاب بعض الناس كده الأحزية خاصة لو الحزاء اتلبس بدون شراب فممكن الإصابة تكون في رؤوس الأصابع رؤوس أصابع القدمين تبصت لقوا يقول لك الجزمة دي عاملالي حسية ومش ديقة ولا حاجة هي الجزمة نفسها عشان كده أنا بقول لكم إيه؟ بعض أنواع الصبغات أو بعض أنواع الإضافات مش لازم صبغات التي تضاف إلى الصناعات الجلدية أو صناعات الجلود فزي ما قلت لكم حزم شنطة حزاء واخدين بالكو وهكذا لقوا ستيك ساعة وهكذا من المواد المسببة للحساسية برضو أنا ليه بعمل أقول لكم الحاجات دي؟ عشان اللي يلاحظ حجم الحاجات دي سواء على نفسه أو على حد من أطفاله أو كده أنها عاملت حسية نتجنب بقى على طول نفهم أن دا بيعمل حسية من الأنواع برضو إيه؟ بعض أنواع الأنسجة الخشنة في الملابس ودي بتظهر قوي مثلا في الفوط والليف بتاع الاستحمام خلوا بالكم النقطة دي يعني فيه فوط توصل لها ناشفة كده وفيه ليف استحمام تلاقوه ناشف زيادة عن الطبيعي وفيه ليف بالتحديد ناشف قوي فده ممكن يسبب يعني اللي بيعملوا بها اللي اسمها السكراب والحاجات دي كلها فتلاقوها أن هي ممكن تعمل حساسية كبيرة جدا عند بعض الناس لما يستخدموها كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل حساسية بقى بشكل مباشر كل دا اللي بيأكل اللي أنا عمال أقوله دا حساسية مباشرة من بر على طول على الجلد من بر على طول صبغات الشامبو وبالمناسبة دي أحب أقول لحضراتكم أنه ما فيش حاجة اسمها صبغة طبيعية إلا في حالة واحدة أن بعض أنواع الملابس بعض أنواع الملابس اللي بتكون بتتصنع من مواد عضوية فيقولوا إيه ألوانها دي ألوان طبيعية فبيستخدموا مثلا الصبغات من منتجات عضوية مثلا زراعية حاجة كده معقدة جدا بس موجودة على فكرة في مصر يعني بص لو مثلا تيشيرت فالتيشيرت دا لون مثلا مائل للإحمرار شوي فتلاقوا أن التيشيرت دا عضوي يعني مزروع من حاجة عضوية وتلاقي أن الصبغة بتاعة التيشيرت دا من البنجر فدي حاجة دي حاجة كويسة بس طبعا دي حاجة يعني إيه محدودة جدا إنما فيه أصلا أنا ليه بقولي الكلام دا لأنه زي ما أقولكو فيه شامبوهات تبصي لاقي فيها صبغة فتلاقي فيه مكتوب كده على الشامبو يقولك صبغات طبيعية ما فيش حاجة اسمها صبغات طبيعية في الشامبو دي ممكن تعمل حساسية للطفلة أو الطفلة أو للكبار حتى لو استخدموها صبغات الملابس كمان خاصة الجنز الملابس الجنز البنطلونات الأمصان الجنز دا بياخد نوع من أنواع الصبغات كده معينة دي ممكن تسبب حساسية زراير الملابس زراير الهدوم نفسها ممكن تعمل حساسية الزرار بتاع الهدوم أو للقع على حاجة تانية بعض أنواع المجوهرات يعني زي الدهب والألماظ اللي هو الماس يعني طبعا دا هيبقى مصلحة لو حصل حساسية لا بعد الشر طبعا عشان كانت تلاقوا مثلا فيه طفلة تبقى لابس حالة وتلاقوا حوالين الحالة دا محمر قوي جاوة تعرفوا على طول إن فيه حساسية بسبب الدهب أو إنه تبقى بسبب الدهب يا أو إنه يبقى لابسة مثلا إنسيال أو حاجة زي كده أو سلسلة فتلاقوا إن السلسلة دي ناس كتير قوي كده من البنات والسيدات والبنات الصغاري تبقى لابسة تبقى السلسلة دي محطوطة بقى أسفل الرقبة على طول تبقى لابسة تبقى تختيها محمر جدا يبقى هم هنا عندهم حساسية ضد الدهب نفس الحاجة دي ممكن تحصل في الألماظ خلاص كتير جدا من الإكسسوارات ممكن تعمل الإكسسوارات بقى أظن المصطلح دا البنات كلهم والسيدات عارفينه ممكن تعمل حساسية خلاص الإكسسوارات أو المجهورات لو دخل فيها عناصر معدنية معينة تحديدا النيكل النيكل من أكتر العناصر اللي بتسبب حساسية للجلد أو التهاب الجلد بالتماس تمام حتى بعض النباتات في حل لمسها للجلد ممكن تؤدي إلى التهاب الجلد بالتماس هتقولوا لي ألا طب وإن نباتات فيه ناس وهم تلاقيهم مثلا زرعين حاجة فهم بيعملوا الزرع دا تلاقي مثلا ورقة من ورقة النباتات دا أو فرع من فرع النباتات دا لامس الإيد أو لامس الرقبة أو ما إلى ذلك تمام لو بيعملوا بإيديوه عشان كده أنا دايما يعني دايما ينصح الناس اللي بيتتعاملوا مع النباتات والحاجات دي كلها إنهم ما يبقوا لابسين الجوانتيات الخاصة بالموضوع دا تمام طيب في الحالة دي الطفح الجلدي الإجزيمة بقى اللي من نوع دا الطفح الجلدي بيظهر بعد فترات متفوتة من التعرض للمادة المسببة للحساسية خلاص ممكن الموضوع يبقى بعد دقائق بعد دقائق قليل يعني فيه ممثلة بريطانية شابة عندها 25 سنة ممثلة شهيرة والموضوع دا حصل قريب يعني يمكن ماكملش سنة ممثلة بريطانية اسمها أورلا بكسندل كانت في الزيارة كانت في أجازة للولايات المتحدة الأمريكا وهي عندها حساسية من زبدة الفول السوداني وحتى دايما ماشي بدوى كده إنها لو يعني لو حاجة بالغلط وكلت حاجة فيها زبدة فول السوداني فبتاخد الدوى دا على طول تمام الممثلة دي اللي أورلا بكسندل دي توفت ربنا يرحمها يعني خلاص في الولايات المتحدة نتيجة إنها اشترت أو كلت باسكوت أو ويفر يعني كان فيه نسبة الزبدة فول السوداني عالية جدا وهي ما حسيتش يعني كالت من غير ما تقرأ المكتوب فكالت فحتى حاولت أو حاولوا إنهم يدوها الدوى بس ما ليحقوهاش فدي توفها الله يعني ربنا يا رب يرحم الجميع ويبعد الشر عن الجميع تمام فزي ما بقولكو فيه أحيانا الأثر بتاع الالتهاب دا ممكن يحصل بشكل سريع جدا وهنا بقى دا مش الالتهاب عادي دا الالتهاب أدى إلى فقدان الحياة وفيه بيحصل الأثر دا بعد ساعات يعني تلاقي مثلا حد كال سمك كال نوع معين من السمك بعد ساعتين ثلاثة ابتدى يحصل له طفح جلدي والكلام دا كله وفيه أحيانا يحصل بعد أيام خلاص وبصفة عامة الطفح الجلدي هنا بيستمر من أيام إلى عدة أيام من يوم إلى عدة أيام يعني تبوس ليه مثلا واحد خد دوى جديد فظهر بقع حمرة أو بطش حمرة كده فنقعد نراجع التاريخ المرضي فنقول هو فيه حاجة استجدد فيقول لك آه دا خد دوى جديد عليه كذا كنت نقول بس هو دا طب هيروح بعد دا دا هيروح هياخد له يومين ثلاثة هيروح ممكن ياخد أربعة أيام ممكن ياخد ثلاثة أيام وهكذا بصفة عامة في الكونتكت درماتايتس أو التهاب الجلد بالتماس الموضوع ممكن يكون بسيط جدا ممكن يكون بسيط فعلا ولكن في بعض الأحيان وإن كانت ندرة يعني ممكن يكون خطير جدا زي المثل اللي حكينا عنه بتاع الممثلة البريطانية بصفة عامة العرض أو الأعراض بتكون إيه فيه هرش برضو بس أقل من الأتوبك درماتايتس فيه طفح جلدي ولكن هنا يصاحب الطفح الجلدي ظهور حويصلات صغيرة خلاص ده في حال لو حصل دي بتبقى من العلامات الخطيرة اللي بتستدعي الذهاب للطبيب الأمراض الجلدية فورا يعني في كل أحوال إحنا هنروح للطبيب بس إذا هزهر مع الطفح ده حويصلات كده لازم نروح للدكتور بقى على طول خلاص هل فيه علامات خطر تانية آه الإحمرار لو كان شديد قوي لو ظهر ألم أو حسنا بألم في أماكن الإحمرار أو لو نزل سائل من الحويصلات أو الفقعات الجلدية دي العلاج بيعتمد في أحوال كتيرة قوي على إجراء اختبارات الحساسية لتجنب المثيرات دي من البداية وطبعا مع ده بيكون فيه استخدام للمستحضرات الموضوعية زي الكريمات والمراهم والغسول لتخفيف حدة الأعراض واللي في أغلب الحالات بتختفي باختفاء العامل المسبب دي نقطة مهمة جدا أحب أنه نختم بها كلامي مع حضراتكم أن في الكونتاكت ديرماطيتس أن الحالة تزول بزوال المؤثر يعني المؤثر ده اختفى يعني أرص دواء خدنا أرص دواء عمل لنا حساسية ما خدناهوش تاني خلاص حسيدي مش هتحصل تاني فهمتوا قصدي؟ خلوا بالكو أرجوكو خلوا بالكو لأنه فيه غير اختبارات الحسية فيه حاجات ما بتتعرفش غير بالتجربة خلاص؟ فلما نجرب حاجة مثلا جربنا حاجة في الأكل أو جربة متاع ولاقينا حسية عشان كده هتلاقوني دايما كنت أقولكو إيه في تجربة إدخال الأكل مع الأطفال ما نبتديش بنوعين مع بعض نبتدي بنوع نوع يعني نديله مرة كوسة مرة جزر مرة بطاطس ليه؟ قدروا حصل حساسية من نوع نبقى عارفين أن النوع ده عمل حساسية ما يبقاش كده نحن نقول يا ترى مين فيهم اللي عمل حساسية؟ فهمين قصدي؟ دي ما من ضمن التبس أو من ضمن النصائح البسيطة ولكنها مؤثرة جدا جدا ده كان كلامي مع حضراتكم النهاردة أو دلوقتي عن الجزء التاني أو النوع التاني من الإجزيمة وهو التهاب الجلد بالتماس كده قفلنا موضوع الإجزيمة لكن لسه برضو كلامنا أكيد ما خلصش مع حضراتكم عن الأحوال الجلدية وحاجات كتيرة ليه علاقة بالجلد وبالبشرة موضوعات الحياة مسيرة للاهتمام وأحب أن أتكلم فيها مع حضراتكم لأن فيها أخطاء شائعة كتير وفيها أحوال كلنا بنتعرض لها فلازم نبقى عارفين إيه تفسيرها وإيه طرق الوقاية إن شاء الله ربنا يحمي الجميع بشكركم جدا على الحلقة النهاردة وإن شاء الله إذا ربنا أراد أشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحكا سلام عليكم